دشناك كلا من وكيل محافظة حضراموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد باصريح والدكتور محمد الجمحي المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضراموت الساحل استلام عدد 45 سرير طبي رقود للمستشفيات والمرافق الصحية مقدمة من منظمة بيورهاندزة الدولية وخلال التدشين أكد الوكيل باصريح أن هذه الأسرة الطبية سيكون لها أثر إيجابيا في تخفيف معاناة المرضى بالمستشفيات والمرافق الصحية الحكومية في حضراموت ناقلا تحايل سلطة المحلية بالمحافظة على رأسهم محافظها راجيا بأن يستمر هذا الدعم خلال المدة القادمة بما يسهم في تطوير وتحسين الخدمات الصحية بمحافظة حضراموت أيضا من جانبه أعرب الجمحي عن شكره وتقديره لمنظمة بيورهاندزة الدولية على هذا الدعم السقي والمتواصل